بعد أن سجلت معدلات الإصابة بفيروس كورونا عبر العالم نوعاً من الاستقرار خلال الأسابيع الأخيرة البيانات الرسمية للدول الأكثر تضروراً من الفيروس تكشف عن ارتفاع مقلق لعدد الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية أوروبا وبعد العودة للمدارس والجامعات وانتهاء فترة العطلة الصيفية أعلنت دولها عن ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات كبريطانيا التي سجلت يوم الأحد أكثر من 2900 حالة إصابة في حصيلة هي الأعلى منذ ثلاثة أشهر فرنسا وبعد أن سجلت هي الأخرى ارتفاعاً كبيراً في عدد الحالات تجاوز 25 ألف إصابة جديدة في ثلاثة أيام قامت السلطات بإعلان سبعة أقسام إدارية تشمل مدناً كبرى في حالة تأهب قصوى ستفرض فيها البلاد إجراءات استثنائية سعياً منها لتقليص عدد الإصابات خصوصاً وأن فرنسا كانت قد أعلنت عن رصد 58 بؤرى جديدة للوباء خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية إسبانيا أيضاً ليست بأفضل حال من جارتها الشمالية حيث أسفر الدخول المدرسي عن ارتفاع عدد الإصابات خصوصاً بين رجال التعليم الذين أحصت فيهم مدريد أكثر من ألفي مدرس جاءت نتيجة اختبارهم إيجابية في لائحة الدول المتصدرة لعدد الإصابات عالمياً ما تزال أمريكا صاحبة المركز الأول بأكثر من ستة ملايين إصابة تليها الهند التي ارتفعت مؤخراً حصيلة المصابين بها إلى أربعة ملايين ومئتي ألف إصابة ثم البرازيل بمليونين واثني عشر ألف إصابة